السلام عليكم ان شاء الله الكل بخير و صحة و سلامة اليوم سنقوم بعمل كيكة اسفنجية بالشوكولات وهذه الكيكة بدون محسن ولا نفصل الصفار عن البيض هنا انا عبالي مصورة بس طلع ممصورة شوني سويت خليت خمس بيضات يعني بحرارة المطبخ و خليت وياهم كوب من السكر او الشكر و ملعقة كوب او ملعقة صغيرة من الخل الأبيض و خفقتهم الى ان وصلوا هاي المرحلة هس اضيف قليل من البانيلا او اينك احبين نكهة شوكولات او نكهة قهوة تقريبا ملعقة صغيرة الانكهة قليلة ثم نقوم بسطلع و حتما بسبب ناسف و شوكولات من البانيلا او ثبت هذه الدرس تقريبا نحسن كوب من الطحين و ربع كوب من الطحين هذا هو كاكو خام ونوعيته ماليزي إلى سيمون أضيف عليهم ملعقة كوب من الباكينج باودر وهذه هي نوعية الباكينج باودر نأخذ ملعقة المفروضة تبع الطاحن لباكينج يلا نأخلطها جيدا ونضل نضمتها شوي شوي نضمتها بشكل ملعقة ينضمتنا بشكل ملعقة وكما تعلمون نضمتنا بشكل ملعقة وضمتنا بشكل ملعقة كيك الاسبنجي يكون نحس مرات تنزل يحبوض بالاستمرار من تستمرون تشتغلون بهذا النوع من الكيك سهلة حتى لا تخربوا الكيك ولكن بالبداية تخرج لو ضل الملعقة حتى تقليل فمن نضيف جرازتين نصبها يهبط البيض سوف اكمل الطحين حتى لا يصير طويل الفيديو و ارجع لكم بعد ما اكمل خلطها وهذا اخر كمية ضفتها واستمر بهذه الطريقة التي تقوم عليها ولا تعفونها ابد لا تقوم بتقليل اللعنة و لا تقوم بتقليل اللعنة و لا تقوم بتقليل اللعنة اضيف حليب اضيف حليب قليل قليل اضيف حليب قليل قليل هذه النوعية الكيكة لم تضبطها زيت خاف السعنون و طبعا كل وصفة لها مقاديرها الخاصة و خاصة كان الكيكة اذا احد ملتزم بالمقادير مستحيل تنجح عند الكيكة تخرب فالافضل انه تلتزمون بالمقادير اللي ينزلها و هنا شنو حسويها بقالب قياس 15 حسويها على قالبين قياس 20 و اذا تردوها تنطلع اعلى تساوون تزايدون المقدار تساوون المقدارين يعني عشر بياضات كوبة طحين نص كوب كاكاو وهي تصير هاي اخر شيء من الحليب و انا الفرن مشغلته على اعلى درجة و اول ما اخلي كاكة الفرن رأسة انزل الحرارة على 150 وتأخذ مني تقريبا مستاعة حسب حرارة الفرن كل فرن يختلف عن الفرن الثاني هنا شوف خلصتها كملنا شوفوا هذا قوامه يصير يعني لا ثقيلة كلش ولا خفيفة هسا عندي هاي قالبين قياس 15 انتل ما قلت لكم هسا انزل الكيف اقسمها على نصفين الخليط بعد ما خليلتهم هاذا قالبين حاولت اساوهم بالتساوي هسا نطرقها هاي تشوفوا من الطرق اشان تطلع هاي الفقاعات هاي اذا تبقي منا نقطع الكيف نشوف فراظات كلش كبيرة بها حتى نتجنب هاي الحالة نطرقها هاي طريقة هسا اخليهم بالفرن وهي هنا بعد ما كملت الكيكي هاي صار شكلهم وهذا ارتفاعهم اخذت تقريبا من عندي أربعين دقيقة تقريبا هاذا نشكلهم بعد ما فتحتهم شوفوا اذا نخلي يعني واحدة فوق الثانية يكون هذا الارتفاع مالته نشوفوا شون كلش سفنجية وهشة هاي هنا بعد ما قطعت الكيكي صارت عندي خمس قطع قياس 15 شوفوا هذا شكلها وكلش سفنجية وهشة أتمنى هذي الطريقة استبادتوا من عندها ومن تجربوها نفس المقادير بالضبط حتى اطلعتكم نفس اللي سوتها آني واذا اعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة ومعالف سلامة